السلام عليكم شابيبا زينا ان شاء الله كامل تكونوا بخير وان شاء الله كامل تكونوا على خير اليوم راح ندخلوا الحصة رقم 2 من سلسلة الحصص القصيرة وفي الحصة هذه رقم 2 راح ندرسوا إشارة سعب بان او 500 و 555 هذه الحصص اللي تخدموا بها الملخصات الهندسة الكهربائية جماعة زينا بعد ما تكملوا هذه الحصة من المستحسن تشاهدوا الحصة رقم 21 هي حصة تفصيلية لإشارة سعب باستخدام ان او 555 والأهم حصة وش هي اللي هي حصة رقم 22 وهذه الحصة هتلقوا فيها التمارين خاصين بالان او 500 و 555 فلنبدأ على بركة الله وحفظه جماعة زينا قبل ما ندرسوا ان او 555 لازمنا نفهم وش معانتها إشارة السعى كما كنتلاحظوا إشارة السعى وش هي هي عبارة عن إشارة دورية متغيرة غير مستقرة كما كنتلاحظوا هذه الإشارة وش فيها فيها زمن مستوى العالي اينما يكون الجهد يساوي VCC وفيها زمن منخفض اينما يكون الجهد يساوي 0 فوت اذا وش نقوله إشارة السعى هي تغير الجهد بدلالة زمن وهذا الجهد وش هو هو إشارة غير مستقرة في مدة زمنية يكون يساوي VCC وفي مدة زمنية يساوي 0 فوت اذا وش هي المقادر مميزة في هذه الإشارة كنين ثلاث مقادر المقدر الاول اينما يكون الجهد المخرج يساوي VCC هذا المقدر ماذا يسمى يسمى TH Time High وش معانتها زمن مستوى العالي اينما يكون الجهد يساوي مستوى العالي ويساوي VCC وزمن مستوى المنخفض يسمى Time Low يسمى TL وش يكون وش معانته هو المقدر الزمني لما يكون VCC يساوي 0 فوت TRZTL وش يساوي يساوي دورة T ولذلك قلنا عن هذه الإشارة إشارة دورية وش معانته هذا T يبقى يتعاود أن مرى بدون توقف وهنا نقوله أن إشارة السعى مثل القلب النابذ لمختلف الأجهزة أو معظم الأجهزة الكهربائية فمثلا الذاكرة لكي تدخل المعلومة يجب أن تكون إشارة سعى ولكي تخرج المعلومة من ذاكرة يجب إذن إشارة سعى مثل ثاني سجلات لكي توزيح المعلومة إلى اليمين يجب أن تكون إشارة سعى متوفر ولكي توزيحها إلى اليسار يجب أن تكون إشارة سعى متوفر العدات كي تنتقل من رقم 4 إلى 5 يجب حضر إشارة سعى ولكي تنتقل من رقم 5 إلى 6 يجب حضر إشارة سعى الميكرو المراقب لكي تقوموا بعملية حسابية أو منطقة يجب حضور إشارة ساعة مثل الإنسان لديه الدماغ لكي يعالج المعلومات يجب عليه أن يتوفر الدم ومن يأتيه الدم يأتيه عن طريق نباضات القلب وهنا نقول إشارة ساعة مثل القلب النابث ولكي أوصلكم إلى تشبيه الدقيقة فإشارة ساعة مثل ذلك الحكم الذي يضغط على زيناد المسدس ويعطي بداية انطلاق السباق بهذا الشكل فالسباق لا ينطلق بدون إذن الحكم والمباراة لا تنطلق بدون صفارة الحكم المباراة وهنا جمع زينا نولد إشارة ساعة لازم يكون عندي واحد العنصر هو أهم شيء في توليد إشارة ساعة وهذا العنصر المكثفة سي عليها لازمنا مكثفة سي اللي هي اللي نقدر نشحنها ونفرغها ونشحنها ونفرغها والمكثفة سي واحدها ما تكفي ناش عليه لأن المكثفة لو كانت تربطها تشحن آنيا مع انتها زمن الشحن يسوي السفة الثانية ولكن تفارغها زمن التفاق يسوي السفة الثانية لازمها عنصر آخر لدي ما يبشي معها اللي هو المقاومات إذن وش وظيفة المقاومة؟ وظيفة المقاومة زيادة زمن الشحن واللا تقليل في زمن شحن كل ما تزيد المقاومة يزيد الزمن. وكل ما تنقص المقاومة بنقص الزمن مع انت وش وظيفتها التعطيل الزمن. اذا بهن ولده ايشات الساعة. وش لازم لي? لازم لي مكثفة ولازم لي مجموعة من المقاومة. جماعة زين المكثفة والمقاومة ما تكفي ناش بهن ولده ايشات الساعة. لو كان تجيب طبخ اللي حيته كامل في المطبخ. وتسقصي يقول لك شكون احي تحكم في شحن المكثفة. وشكون احي يخلي المكثفة حتى تتفرغ. يا انذن هنا وش لازم لي تركيب لي تخلي المكثفة تشحن. وتركيب لي تخلي المكثفة تفرغ. وهناي البنات ما تكزوش على الطبخ هركزو لي على الدرس. اذا يا شماعة رح وشوفوا مع بعضانا. اذا اه مختصر مفيد تعتولد ايشات الساعة. رح ندرسه نوعين. النوع الاول. والنوع الثاني. هذا وش هتدرسوه في سنة الثالثة. النوع الاول رح نولده ايشات الساعة باستخدام ان او خمسمية وخمسة وخمسين دارة اللي صحف هذا الدرسة. اللي هي اه عبارة عن دارة مندمجة تتكون مثل ثمانية اقطاب. والنوع الثاني باستخدام بوابات نفي سي ام او اس. واش معانتها? كي تلقى بوابات نوت زوج بوابات نوت ولا زوج بوابات نان ولا زوج بوابات نوت. لازم ليت بواباتش لازم يكونوا لازم عادة تحمي يكون زوج وهذه البوابات لازم يكونوا يكونوا منفيين. هكذا عبه نقدون والده اشارة الساعة. درس تعنا اليوم مش هح يركز احنا ولده اشارة ساعة باستخدام ان او خمسمية وخمسة وخمسين اللي هح نشوفه في الحصة اذي. اما اللي حاب يشوف الحصة توليد اشارة ساعة باستخدام بوابات سي ام او اس في الحصة القصيرة. رح يلقاها في الحصة ومن ثلاثة وحنا ننزلها من بعد هذه الحصة ان شاء الله. آآ جماعة لوكني يمدلك ان او خمسمية وخمسة وخمسين لازم تكون رزين وما بتسرعش بسكو ان او خمسمية وخمسة وخمسين عندها دورين. يا قادرة تكون مولدة اشارة ساعة تمدلي اشارة دورية تي ولا قادرة تلعب دور المؤجل على هذه كل ما تشوف ان او خمسمية وخمسة وخمسين دي ما اسأل روحك سؤال ماذا يلعب هذا الدور هل هو توليد اشارة ساعة ام هو عبارة عن مؤجلة. بنا نعرف الاجابة نشوفه حالة الاقطاب اثنين وستة وسبعة. اذا يجينا قطب اثنين مربوط مع ستة وشو نقول وظيفة توليد اشارة ساعة ونحسبه دور تي واذا يلينا ستة مربوط مع سبعة نقوله تلعب دور مؤجلة ونحسب الزمن التأجيل كما كنت لاحظوا هنا اثنين مربوط ما هو 6 اذا ان او خمسمية وخمسة وخمسين ووظيفتها توليد اشارة ساعة. اذا نقل في هذه الحالة وظيفة هذا التركيب هو توليد اشارة ساعة باستخدام او خمسمية وخمسة وخمسين من بعد اجماعة كي مجدلك هذا التركيب قادة يعطي لك اسئلة يقول لك موظيف احسب المكثفة واحد ما يعطيكش قيمة تاحة قد يقول لك احسب مقاومة ار اثنين قد يقول لك احسب قد يقول لك احسب ار واحد قد يقول لك احسب التواتر هنا يا ما تسرعش هنا وش لازم لازم ندير استراتيجية وتخدم بها بعد ما تكمل استراتيجية اخر همك هو الحساب اذا وش هي الاستراتيجية كتلقى ان او خمسمية وخمسة وخمسين وتلقى اثنين مربوط مع ستة. اول حاجة اكتب عبارة دور تي. اذا عبارة دور تي ماذا يساوي؟ يساوي المقاومة المكافأة اثناء الشحن ولا اثناء زمن تياش. هذه المقاومة كيف نجيبها استاذ؟ طريقة بسيطة جدا. اتبع مسار التياع من في سي سي الى المكاثفة سي. وش معنى؟ جيب قلم وابدأ ارصم ومشي مشي مشي حتى نتوصل المكاثفة. المقاومة تليمر عليها هذاك الخط تدخل في الحساب وتدخل في المقاومة المكافأة. المقاومة اللي ما يمرش على الخط لا تدخل في الحساب. اذا هذه المقاومة المكافأة اثناء زمن الشحن. الكل زايد مقاومة المكافأة اثناء زمن تفريغ كيف نجيبها؟ طريقة كذلك بسيطة جدا. اتبع مسار التياع من لابوس المكاثفة سي حتى نتوصل قطبة سبعة. وش معنى؟ جيب قلم وابدأ ارصم من لابوس هذا وابدأ امشي مشي مشي حتى توصل قطبة سبعة. المقاومة اللي يمر عليهم هذا الخط داخلين في في الحساب وتحسب له مقاومة المكافأة اثناء التفريغ. الكل في ساعات المكثفة المسؤولة عن الشحن والتفريغ جماعة كي طرح نتلقى زوج مكثفات. المكثفة المسؤولة عن شحن والتفريغ لي تلقى مربوطة مع المقاومة والفي سي هذه الدخلة في الحساب. اما المكثفة سي اثنين هذي ما عندهاش الدور في هذا الحساب. هذيش وظيفة التواتف سيهم في استقرار اشارة الخروج. ومن مستحسين كيمدهالة كدير عليها ايكسبة ما الدخلاش الحسابات وما الدخلش قيمة انتاحة. الكل في ماذا? الكل في الان اثنين. ركزوا معي مني احنا الان اثنين. واللي يحب يفهم على الان اثنين ويشوف يشوف الحصات التفصيلية. اذا اجمع هذا القانون نجزته. هاي نبدو نجزده وبتفهمه اكثر. اذا دورتي ماذا يساوي? وش يساوي? يساوي المقاومة المكافأة اثناء الشحن ولا اثناء اتياش. اذا كما كم تلاحظوا كبعد ما رسمت بالقلم الاصفر. وش لاحظت من البي سي سي حتان لبوس المكثفة? لاحظت ان المقاومة ار واحد وبي والارثين كاملين مرعدهم الخط. وهذه المقاومات موصولين على التسرسل. اذا مقاومة المكافأة اثناء 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 الشحن تساوي ار واحد زيد بي زيد ار اثنين. نكتبو هنا ار واحد زيد بي زيد ار اثنين. اذا هذه هي المقاومة المكافأة اثناء الشحن. الكل نمسح هذه الكل ماذا الكل زايد المقامة المكافأة اثناء التفريق وش نديرو نجيب قلم ازرق ونبدأ نرسمه من لبوس المكثفة ونمشي ونمشي وحتى نوصله قطبة سبعة كمانكم تلاحظوا آه هذا الخط مر عبر المقامة بي والآثنين والمقامتين هذه موصولتين على التسلسل اذا المقامة المكافأة تسوي مجموعهما اذا وش تسوي ارثنين زايد بي لو كان اعطالي هادي المقامة بي و الآثنين موصولتين على التفرق اذا وش ي sitä الخط pasta حي التفرع على الجهتين وتولي المقامة المكافأة هي جدائهما على المجموعهما وهذا التمل评zona الجماعة تلقاهوهما في الحصة رقم ثنين عشر تلقو فيها المقامة المقامة على التفرق اذا هنا نكملو الدورتي اذا دورتي اب Sweden مواسما يستوي المقامة المكافأة اثناء ش نحنان ويمكنتها بلون الاصفر زاد مقامة المكافأة اثناء تفرق خدمتها بلون الأزرق. الكل في سعة المكثفة. نمسحه هذي. الكل في سعة المكثفة اللي هي C و 1. الكل في آلان 2. وهنا يا جماعة خرجت عبارة دور T. اذا دور T وشي يساوي يساوي R 1 زايد عندي P مع P تولي 2P وال R 2 مع R 2 تولي 2R 2. اذا دور T وشي يساوي يساوي R 1 زايد 2P زايد 2R 2 في C 1 في آلان 2. هنا مبروك عليك. مجرد انك خرجت عبارة الدور T. اخدمت كل شي. من بعدها شوف السؤال وستطرح. اذا قال لك احسب دور T. عوض هذو القيم مباشرة. اذا قال لك احسب تواثر F. احسب دور T هذا. عوض مباشرة. ونديله المقلوب بتاعه وبتخرج التواثر. اذا طلب منك C واحد. انقل لهذه المعاليم الى الجهة الاخرى. وخرج قيمة C واحد الى اخر. يوش معانتها? ما تخمرش الحساب. اخر حاجة تعاك الحساب. يعني اول حاجة شوف التركيب هل هو توليد اشاط ساعة او مؤجلة. ثاني استراتيجية وش ديها تخرج عبارة دور T. ومن بعدها جسدها كما انها لديها تساوي ار واحد زيت اثنين بي زيت اثنين ار ثنين في سي واحد في الاثنين. من بعدها استخرج عبارة المجهول اللي يطلبها منك في السؤال. مثلا لو كان طلب منك سي واحد. اذا سي واحد ماذا يساوي? وان شان نلاحظوا هذا القوس جوداء سي واحد جوداء الاثنين. اي حاجة فيها جوداء كتنقلها الطرف الثاني في الموساوت واللي قسمة. اذا سي واحد ماذا يساوي? يساوي الدور تي على ار واحد زيت اثنين بي زيت اثنين ار ثنين على الان ثنين. من بعدها دي تطبيق عددي بحيث دور عوضه بالوحدة الدولية الثانية المقاومة بالاوم وليس كيلو اوم. واذا اعطى لك المكثفة لازم تخرجها بالفرد وحدة الدولية الفرد. هذه في حالة يقول لك احسب سي واحد. لو كان مثلا يقول لك احسب ار واحد ار واحد وين موجودة? موجودة في القوسة. اول حاجة وش لازم ننقل واحد وآلان ثنين. بما انه جدا كننقلها طرف الثاني تولي قسمة. اذا ار واحد ماذا يساوي? يساوي الدور تي على سي واحد في آلان الثنين. من بعدها هو اش تطلب مني ار واحد. لازم ننقلوا هذا الطرفين طرف الثاني. بما انه هذه زيد وهذه زيد كننقلها طرف الثاني تولي تولي ناقص. شو لي هذا المعامل كامل. الكل ناقص اثنين بي ناقص اخرين. مديروش في البسطة جماعة لازم خاجن بس. هذا كسر واحده وهذا واحده. من بعد هكي تخرج العبارة المجهول ار واحد دي تطبيق العددي. تي عوضها بالثانية. المكاتفة عوض بوحدة دولية فارد وليس ميكرو فارد ونانو فارد وميلي فارد. والبي عوضها بالاوم والاير عوضها بالاوم. ومبرك عليك هنا وصلت قيمة ار واحد. ان شاء الله فهمتوا هذا. وان شاء الله المثال ثاني يقلبكم ان او خمسمية خمسة خمسين كما البس بوسة. اذا بعد ما خرجت عبارة المجهول ار واحد لطلبها منك سؤال ولا عبارة مجهول سي واحد لطلبها منك في السؤال. دير تطبيق عددي واحسب. جماعة قادر هنا يسألك اسئلة موظفة المقاومة المتغيرة بي. المقاومة المتغيرة بي وظيفة ديمة ضبط. وبما انه تركيب هو توليد اشارة الساعة مع انتها يمدل دور تي. اذا بي واش وظيفتها ضبط قيمة التواتر اف لانه التواتر يساوي يساوي واحد على اف. المكاثفة سي واحد شو وظيفتها الشحن والتفريق. وسي ثني تساهم في استقرار اشارتها الخرج. هذا بنسبة المثال اول. رحوا المثال الثاني بنفس الطريقة اعطى لان او خمسمية خمسة خمسين. لازم لي من سرعش لازم نسأل رحي السؤال. واشي هو هل هذا التركيب يولد اشارة ساعة ام هو عبارة عن تأجيل. بنا نعرف الاجابة نشوف قطب اثنين وستة وسبب. كما كنت لاحظوا اثنين وستة مربوطا مع بعض. اذا هذا التركيب مش وظيفة وتوليد اشارة ساعة. من بعدها بجنب هذا التركيب نكتب هذا التركيب وظيفته وتوليد اشارة ساعة باستخدام ان او خمسمية خمسة وخمسين. من بعدها ما نروحش الحساب قيولي احسب مثلا اير واحد ولا احسب اير ثنين ولا سي واحد. من خماش الحساب اروح نخرج عبارة التركيب. بما انه تركيب مدلي اشارة دورتي خرج عبارة دورتي. اذا انتي ماذا يساوي؟ لاني يكرر لكم با المعلومة هذي تطرح الذاكرة مدى البعيد وتوليد تخرجوها بسرعة في الباكالوريا ان شاء الله ومكشح تنسوا عليها. اذا دورتي ماذا يساوي؟ يساوي مقاومة المكافأة اثناء الشحن. كيف خرجها استاذ? بالبساطة اتبع مسار ايام من بي سي سي الى المكثفة سي. ارسم خط كما قلت لكم اقبل. زايد المقاومة المكافأة اثناء تفارغ ولا اثناء زمن تي اه زمن مستوى الادنى. كيف ان خرجها استاذ? ارسم ما صار من لابوس المكافأة الى قطب السبعة. والمقاومات اللي يدخلوا في اه ويمر عليهم الخط يدخلوا في الاحساء. الكل في ساعات المكثفة المكافأة كما هنالجوها سي واحد. الكل في ايلان اثنين. ارواح ونجسدوا هذا القانون ونخرجوا الدورة تي. اذا دورتي ماذا يساوي؟ يساوي مقاومة المكافأة اثناء الشاحن. واش نديره؟ نجيبه قلم اصفر ونبدأ نرسمه من الفي سي سي حتى نوصله المكاثب. كنوصل النقطة هذي جمعنا نجد طريقين. طريق الاول هو فيه طريق المقاومات وهو طريق صعب. والطريق الثاني فيه ديوت في الاستقطاب المباشر وجاي وحده. جماعة كي يعد ديوت في الاستقطاب مباشر وجاي على التوازي ويكون وحده اي عنصر يوازيه راح يقصره. ولو يكون زجعة عناصر ثلاثة ربعة عشرة التيار ديما يتبع المسارسة. اه التيار مثل الماء. مثلا الماء كيعد يمشي يلقى واد ويلقى جبل. الماء وش يختار في هذه الحالة؟ يروح مع الواد. كما التيار يلقى الطارق فيه مقاومة ويلقى الطارق فيه السلك. وش يختار ويختار طارق لي فيه السلك. اذا ديوت في الاستقطاب مباشر وش يكافه؟ يكافه القاطعة مغلقة وش معنى يولي السلك. اذا تيار يلقى مقاومة تلقى الطارق ما فيه حتى مقاومة. معنى يروح مع هذا الطارق وهذه المقاومة تتقصى. جماعة ديوت يقصر كيعد وحده. لو كان مثلا نزيده المقاومة على التسلسل. تيار وشوال يدير. الجزء يروح منه وجزء يروح عبر المقاومة مع ديوت. لذلك ديوت ما يقصر كيعد وحده على التوازي وفي الاستقطاب المباشر يمشي مع اتجاه التياح. اذا هنا تيار وين يروح؟ يروح عبر ديوت ديو دي اثنين وبعدها يروح المكثيفة. اذا المقاومة المكافأة اثناء الشحن. اذا هذا الخط الأصفر مره عبر مقاومة ا اذا المقاومة المكافأة وش تسوي? تسوي ار واحد. واذا اعطى ذلك مقاومة داخلية تعد ديوت مثلا صحيب فصل اثنين تقدر تقول ار واحد زيد مقاومة داخلية ديود. وبما ان مقاومة الديود صغيرة بزر مع المقاومة اثنين تهمة. لذلك مش نكتبو تساوي اير واحد فقط. نمسح هذي. كملنا المقاومة المكافأة اثناء الشحن. كل زيد مقاومة المكافأة اثناء التفريغ ولا مقاومة مكافأة اثناء زمن تي ال. هذي كيف نخرجوها نبدأ من لبس المكثفة حتى نوصله قطب سبعة. جماعة كنا صمنا رح نفوت عبر مقاومة اير ثنين رح قطب سبعة. قد يسألني لا ما رحش تيار عبر ديود لان في هذه الحالة ديود وشي كيف راه في استقطاب العكسي. وكيعد استقطاب العكسي مع انت التيار يمشي عكس انتها. كيعد استقطاب العكسي وشي ممثل ديود قاطعة مفتوحة وبالتالي التيار بس في عده لازم يروح اير اثنين. اذا هنا المقاومة المكافأة اثناء التفرغ ماذا تساوي تساوي اير اثنين. اذا المقاومة المكافأة اثناء اشح اكتبتها لكم بلون الاصفر هي اير واحد ومقاومة مكافأة اثناء تفرغ كتبتها لكم بلون الازرق اير اثنين. هنا كملتهم في زوج. الكل نمسحه هذي. الكل في ماذا? الكل في ساعة المكثفة سي. اللي هي سي واحد وليس سي اثنين. الكل في ايلان اثنين. من بعدها جبعا نخرجوا عبارة المجهول نشوفوا. اذا طلب مني دورة Twe ينعوضوا مباشرة. اذا طلب مني سي واحد نخرجوا عبارة تع Instagram بعدها نعوضوا. اذا طلب مني اير واحد نخرجوا عبارة المجهول ما بعدها. ثلا طلب مني سي واحد. اذا 유ساوي هذو قصة ايتجوقة ايتجوقة اولان تنين لك. هناك اوعان طرف ثاني اثنين قسمها. اذا سي واحد ماذا يساوي يساوي دورة Twe على اير واحد زايد اير ثنين كل في ايلان ثنين. من بعدها هكذا تخرج عن بعاض المجهول اروح، اتطبخ وخرجه قيمة. واحد. اذا طلب منك, حساب سيعات المكثفه اذا طلب منك ارو واحد خرج عبارة المجهول. واحد. ماذا يساوي اولا نخرج القوصين.. إذن ارو واحد زياد ار јين يوسيوي. يساوي. عالا سي واحد الآان ثنين. وبعدها ارو ننقلوها الطرف اخرى., سي الان ثنين. اذهن ما يساوي؟ يساوي على. الاس какой most, الكل، الكل ناقص. واش ناقص ار اثنين واذا طلب منك ار اثنين ار اثنين ماذا تساوي تساوي تي على سي واحد الاثنين الكل ناقص ار واحد جماعة بعد ما خرجت عبارة المجهور روح اخر حاجة اللي دي ما مترع فيها انت ودي ما تحوس عليها اللي هي الحساب اذا تطبيق عددي وعوض تي عوضوا بالثانية ار بالاوم اه كما هنا تي بالثانية سي بالفارد والاير بالاوم وهنا يا مبارك عليك رك فهمت توليد اشارة ساب ان او خمسمية وخمسة وخمسين وش هي يسألها اللي قضحت جاهة هذا التركيب قدا يقول لك ما وظيفته ديودي دي 2 ديودي ويش او وظيفه انتعه وظيفته قصر المقاومة اير ثنين اثناء الشحن هذه اجابات دقيقة تقدر تقول وظيفته تسريع الشحن بسكو هل هي تعلق بشحن راه في استقطاب المباشر اثناء الشحن وليس التفارق واش نقوله تسريع الزمن الشحن على قال في قصر مقاومه ايرثنين نقص منشحن ينقص الدورة تي وقاءو وكانوا الاجابة اتوصي منها. كان يجمعك يشوفوا الديود يقولوا الحصول على اشارة مربعة. لا لا شمع. وقتين يقولوا حصول على اشارة مربعة. اذا كان الديود يقصر مقاومة ونقل مقاومة الشحن. هذه مقاومة شحن ثمانية وثمانية وشفاصل خمسة. ومقاومة التفرق هي مئة واربعتاش كيلو اوم. لو كان ما يكونش متساوي مستحيل توصل اشارة مربعة. وقت تكون اشارة مربعة. يجب ان يكون اير واحد يسوي اثنين وديود هذا يقصر اثنين اثناء الشحن. هنا وش نقولوا الهدف وصل الى اشارة مربعة. هذا بنسبة المثال رقم اثنين. جماعة زينة قادر تجي اس الى اخرى بنسبة انو خمسمين وخمسة وخمسين. وش قادر يقول لك اوصم اشارة الجهد بين الطرفي المكثفة واصم اشارة الخروش. ويعطي لك هذا المخطط الزمن. اذا في هذه الحالة وش لازم ندير? نبدأوا بالمكثفة هي الاولى. اول حاجة وش لازم نرسم العتبة التبديل. المكثفة اه جهد المكثفة يتغير بين واحدة على ثلاثة في سي سي واثنين على ثلاثة في سي سي. وهذه الجهدين نسموه عتبة التبديل. من بعدها وش نبدأ ونبدأ بالشحن تبدأ تشحن مكثفة من واحدة على ثلاثة في سي حتى اثنين على ثلاثة في سي سي. ومن بعدها كي توصل اثنين على ثلاثة في سي تفرق تفرق حتى توصل واحدة ثلاثة في سي. مجرد توصل تعاود تشحن. مجرد توصل العتبة تعود تفرق وتبقى بهذا الشكل متأرجحة بين واحدة الثلاثة في سيسي واثنية على الثلاثة في سيسي وجمع الدماء ابدأ من واحدة الثلاثة في سيسي ما تبدأش مزير بس كوكي تبدأ مزير هي حالة عابرة من بعدك تفوت مزيج ترجع لها المكثفة اذا هذا وش هو الجهد بين طرفي المكثف بعد ما كملت الجهد بين طرفي المكثفة نجيبوا النقاط هذا التعال التبديل من بعد وش ندير لهم ديرهم اسقاط على في سورتي من بعد بسورتي كذلك هو متغير بين زيرو فولت وفي سيسي اذا اثناء الشحن المكثفة والش يقابلها بسورتي وش يسوي يسوي في سيسي وأثناء تفرغ المكثفة بسورتي وش يسوي يسوي زيرو فولت ونتبقى نخدم بهذا الشكل حتى نهاية من بعدك تكمل رسل مشتزم تعيين تعيين تي آش اللي هو زمن لما يكون في سورتي يسوي بمستوى الاعلى في سيسي وتي لما يكون في سوتي سوي 0 فورت. إذن كما هنا أثناء شح المكثفة شي قابلها في سوتي سوي في سي سي هذا وش نسميه زمن المستوى العالي. إذن هذا تي عاش وأثناء تفايل المكثفة وش يكافئها يكافئ في سوتي سوي زير فورت مع أنتها وش هو زمن تي لو اللي هو زمن مستوى الأدنى. وتي عاش زي تي عالو شي يعطينا جماعة يعطينا الدورة التي هذا هو رسم اللي كان يطلب منك رسم تاع جهد بين طرفي المكثفة والجهد تاع المخرج. مقادر الجماعة هذو يعطيهم في رسم واحد وش معناتها يعطي لك في سي مع في سورتي في رسم واحد وش ح تزيد تزيد أرسم نقطة ثائلية في سي سي وهنا يش تولي أثناء الشحن وش يقابل في سورتي يكون في سي سي وأثناء تفريق وش يقابلها زيرو فورت أرسم بهذا شكل كمان ينخدمكم بمشيرته الفارة بهذا الشكل لو كان يتخدموها تخدموها في منحنة واحد. مقادر الثاني يطلب منك حساب تياش جماعة لو كان يطلب منك حساب زمن تياش إذا أعطي لك مقياس الرسم تقدر تحسبها من الرسم وإذا ما أعطيها لك أحسبها بالقانون تاحا إذا تياش ماذا يساوي إذا تياش يساوي يساوي مقاومة المكافأة أثناء الشحن فقط في كيف نجيبه هذه التابع مسارتي من في سي سي إلى مكاثفة سي يمعنتها مقاومة الشحن في مساعة المكاثفة في آلان الثنين هذه يش نسميها تياش مددتش مقاومة التفريق وتي آلو نجمعه وش يساوي يساوي مقاومة المكافأة أثناء التفريق كيف نجيبها تبع المسار تيام من مكاثفة حتى توصل قطر سبعة في سيعة المكاثفة في آلان الثنين هذه تياش وهذه تياش كنا نجمعه تياش وتيال أجمعه نلقى العبارة اللي عطتها لكم في المرة الأولى إذا تيار زيت يلا وش يساوي يساوي مقاومة أثناء الشحن زيد مقاومة المكاثفة اثناء التفريق في سيعة المكاثفة في آلان الثنين وكان الآخر جماعة قادر ما هي يقول لك احسب النسبة دورية الفا اذا النسبة الدورية الفا وش هيقل قانون تحتها تساوي تياش على دور T من بعدها كيمكن تعوض تياش دور تياش تلقى واحد العبارة ديما تبقتة اذا تياش وش راح تعوضها تساوي مقاومة الشحن على مقاومة الشحن زيد التفيق بس كولها تياش تلقي فيها سيعة المكتفين في الانثنين. والدورتي كذلك تلقى سيعة المكتفين في الانثنين. تخزينهم مع بعضهم. واش تلقى تلقى باللي ألفا دي ما واش تصبح مقاومة الشحن على مقاومة الشحن زي مقاومة التفرق. اجماعكي تحسب ألفا. إذا لقدتها تصوير 0.5 هنوش تقولو تقولو إشارة موربعة. ونهار ألفا ما تلقا 0.5. سواء تلقىها أكبر من 0.5 او هلا أقل من 0.5. هنا واش نقولو اشارة مستطيلة. وهنا يا جماعة كمنا توليد اشارة سعب باستخدام ان او خمسمائة و خمسة و خمسين ان شاء الله باذن الله اصبح الدرس هذا بسيط جدا وكتبتوا الملخص في الكراس انتاعكم. الحيثة القادمة ان شاء الله حيثة الثالثة سوف نشرح توليد اشارة سعب باستخدام بوابات نفية سي ام او اس. وهنا جماعة زينا ما بقى علي ينقلكم غير صلى الله عليه وسلم